السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد عن الشرح في النهاردة طريقة ربط حساب او طريقة ربط نصة الميتة دقيقة الخوف بحساب ماير فيكس بوك الاول هنطل على الموقع ماير فيكس بوك وانا ما عندوش حساب هيسجل هيكتب هنا ليوزر نيم واليميل والباسورد ويحط الباسورد الثاني ويكتب هناك فيل قدامك ويحلم على اجهزة التفاية ويقوم بصير الميتة بعد كده هيكتب هناك هيكتب هناك التفايل هتدوس عليه هيندلك للموقع ثاني هتدخل اليميل والباسورد هيفتح معك الموقع بعد هيدخل الحساب بتاعمة ماير فيكس بوك هنختبر بطفوليو هنختار منها اد اكاونت هجب لي الصفحة دي هختار منها اد اكاونت برضو بعد كده بعد بكده اختار نيتا تريد فور اي 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 ومعها هبدأ يجب لي برنامج احمله احمل البرنامج بعد كده فتح معي أختار المنصة اللي أنا عايز أسطب عليها البرنامج بتاع مير فيكس بوك ممكن أعليه وعليه كلهم ادوس كنترول واختار او ممكن اختار بس المنصة اللي أنا عايزها اقول له انستور او كده نزيل هاولو فينش عشانه يتوصه او طريقة الربط الأول كات صعبة كمتاشها تصعوبة بس موقع ما هي فيكس بوك اختصى الكلام ده كله في اكس بيرت بتنزله على المنصة عندك بيبدأ فعال لك الربط اهول اكس بيرت نزل اسمه ماي اف اكس بوك هاسحبه على منصة التداول بداعتي او على الشرط هاجي في الخيارة بتاعتكم هاعلم على اللي هي واف تريدينج اللي هي وديه الالن بورتس بعد كده في الانبوكس هحط الهماية بتاعي بتاعي ما هي فيكس بوك هحط الباسورد اللي اخترتها بالنسبة للخانة دي ده عدد الدقيق اللي هيبقى الاكس بيرت هيرفع البيانات فيها للموقع يعني كل خمس دقيق مسلا هيرفعها هيعدس البيانات الموقع على مايك فيكس بوك ممكن اخليها خامسة ممكن اخليها دي ايئة زي ما اريد احط البيانات بتاعتي وبعد كده اقوله اوكي وفعل اوتو تريدينج لو مش متفعل كده خمس الاكس بيرت اشتغل وبعد المدة اللي هي حدلتها اذا كانت خمس دقيق او دقيق او دقيق او هيبدأ يرفع البيانات على موقع مايك فيكس بوك لما ادخل على بورتفوليو هبدأ اشوف الحساب بتاعي موجود وتربط ده حساب انا كنت ربطه قبل كده عشان ما نستناش التحديث اللي لسه هيعمله اولا احنا ممكن بدجع تاني هاختر التعديس كل دقيقة اعطني اه اه هستنع الاداية بس يكون رافع البيانات يعني تعدى الديئة طيب نشرحها لحساب انا ربطه قبل كده هنلاقي الحساب بتاعنا هنزلينا زي كده هيبقى موجود من رقم الحساب تمام واسم المنصة وحالته اذا كان بابلك ولا برايفت وازا كان شغاله ولا فهنقول لأودت طبع الحساب اول ما هيشتهل هيبقى اوه متهلم على برايفت فانا هخليه هرجع هعمله كله على بابلك يعني اول ما هبدأ الحساب يفعل عندي واظهر في رمائيه فيكس ووك هلاقيه كله على برايفت لا انا هلاقيه كله على بابلك اول خانة دي خانة الاكاونت بازر رقم الحساب بازر الاكاونت لا انا هجب عليك يعني هجب عليك تخليك برايفت بصورة برايفت هيه يقفل كل محاجة بيخليك انت غسل تشوفها محاجش يدرى شوفها بوبك اى حد يدخل الحساب عندك يشوفها هنا بابة بختار الحاجات اللي انا عايزة تظهر اولاء في المتابعة يعني ما هي تقول هنا عندي الحساب ايه نظره ايه عندنا هنا الاكاونت رامبر رقم الحساب لو خلطه public يكوننا هشوفه والبالنس الرسيل بتاع الحساب التريد هستوري الصفقات بتاعتك عدد من ابتاد الصفقات المفتوحة الصفقات المعلقة التعليقات لو فيه كمينت مثلا تشغل بيكسبر او حاجة بيحط كمينت تشوفه من هنا الستو بلوز والاهداف طبعا بخطور بعد ان اقول له بابلك وبعد كده بقول له save وكده لو وقوب عليك حسابك ترود بمية فيكس بوك تقدر تدخل عليه باسم الاكاونت اللي انت عملته يعني انا هنا مثلا لو دورت اهو اسم اليوزر اللي انا عمله اليوزر name مثلا مثلا هنا كل الحاجات اللي انا عارضها مثلا public لو دخلت انا واحدة فيهم اغربنا تفاصيل الهزاب الرغط اللي فوق فتح معايا وجاب لي الصفح على فوق كل هذه الرغط اللي بتديني اللي تبعيد او بتديني اللي عايز يدخل يشوف الأكاونت بتاعك وبكده نبقى شرحنا طريقة رد حساب MyFXbook بقى أسهب الطرق بمقصة الميكا تريدها فوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته